السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف العاشر الوحدة الثامنة الدرس الثالث المنحنى التكراري التراكمي الجزء الثاني سوف نتعلم في هذا الفيديو كيفية استعمال المنحنى التكراري التراكمي لإيجاد حلول تقديرية لمواقف حياتية والآن سنناقش معا A من مثال 1 صفحة 112 يبين الجدول أدناه درجات مجموعة من الطلاب حيث الدرجة العظمى تساوي 100 انظر الجدول استعمل الجدول أعلاه للإجابة عن الأسئلة التالية A أرسم المنحنى التكراري التراكمي الحل حتى نقوم برسم المنحنى التكراري التراكمي يجب أولا أن تقوم بتكوين جدول التكراري التراكمي التصاعدي وأنت تعلم أن هذا الجدول يتكون من أربعة أعمدة وهي عمود الفئات وعمود التكرار وعمود الحدود العليا للفئات وعمود التراكمي التصاعدي وفي البداية ستقوم بكتابة قيم عمودي الفئات والتكرار من الجدول السابق وبعد ذلك ستقوم بكتابة الحدود العليا للفئات بالاعتماد على قيم الفئات من العمود الأول انظر عزيز الطالب من ثم سنقوم بإيجاد قيم التكرار التراكمي التصاعدي إذ أن القيمة الأولى ستساوي قيمة التكرار 8 أما قيمة التكرار التراكمي التصاعدي الثاني ستساوي قيمة التكرار 24 plus 8 والتي تساوي 32 أما قيمة التكرار التراكمي المقابلة للتكرار 26 ستساوي 26 plus 32 والتي تساوي 58 وهكذا بالنسبة لباقي قيم التكرارات التراكمية والآن سنقوم برسم المنحنى التكراري التراكمي انظر عزيز الطالب قلنا سابقا أن منحنى التكراري التراكمي يتكون من محورين المحور الأفقي أي المحور X والذي يمثل الحدود العليا للفئات وقمنا بتدريجه بناء على القيم المتاحة في الحدود العليا للفئات إذ أن أول قيمة هي 55 وآخر قيمة هي 95 ولاحظ أننا قمنا بوضع قيمة تسبق القيمة الأولى للحدود العليا للفئات وهي القيمة 45 من أجل إغلاق المنحنى التكراري وكذلك قمنا بوضع قيم على المحور الرأسي Y والذي يمثل التكرار التراكمي وقمنا بتدريج القيم من مضاعفات العدد 10 وبعد ذلك قمنا برسم الأزواج المرتبة والتي تتكون من المسقطين X ويمثل الحد الأعلى للفئة وY والذي يمثل التكرار التراكمي المقابل لها وبعد ذلك ستقوم بتوصيل هذه النقاط ومن ثم تقوم بتوصيل النقطة الأولى مع النقطة التي قمنا بافترادها وهي النقطة 45-0 وهي التي تتكون من الحد الأدنى للفئة الأولى 45 ويقابلها التكرار الإفتراضي وهو 0 والآن سنناقش معا بي من مثال 1 صفحة 112 قدر عدد الطلاب الذين درجاتهم أقل من أو تساوي 70 الحل سنعود مرة أخرى إلى المنحناء التكراري الذي قمنا برسمه في الجزء A والآن عزيز الطالب سنقوم بتحديد الدرجة 70 على المحور X ونحن نعلم أن المحور الأفقي يمثل الحدود العليا للدرجات وستكون هنا بالتحديد وسنقوم برسم شعاع رأسي يوازي المحور Y لنصل إلى المنحناء التكراري عند النقطة والتكن E ومن ثم سنقوم برسم شعاع أفقي من النقطة E إلى محور التكرار التراكمي ومن ثم سنقوم بتقدير قيمة التكرار التراكمي إذن عزيز الطالب سيكون عدد الطلاب الذين درجاتهم أقل أو تساوي 70 درجة هو 46 طالب تقريبا والآن C من مثال 1 صفحة 112 قدر عدد الطلاب الذين تقع درجاتهم بين 60 و 80 الحل في البداية عزيز الطالب سنقوم بتحديد الدرجة AT أولا في المحور الأفقي X انظر عزيز الطالب وسنقوم الآن برسم شعاع رأسي من الدرجة AT إلى المنحنة عند النقطة والتكن F وبعد ذلك سنقوم برسم شعاع أفقي من النقطة F إلى محور التكرار التراكمي وسنقوم بتقدير قيمة التكرار التراكمي والتي تساوي تقريبا 66 والآن وبنفس الطريقة سنقوم بتحديد الدرجة 60 على المحور الأفقي X ورسم شعاع رأسي إلى المنحنة عند النقطة والتكن D وبعد ذلك ستقوم برسم شعاع أفقي من النقطة D إلى المحور الرأسي Y وسنقوم بتقدير قيمة التكرار التراكمي وليكن 18 إذن عزيز الطالب لإيجاد العدد التقريبي للطلاب التي نتقع درجاتهم بين الدرجة 80 والدرجة 60 سنقوم بطرح بمتي التكرار التراكمي المقابلتين لهما إذن 66-18 ستساوي 48 إذن عدد الطلاب الذين تقع درجاتهم بين 60 و 80 درجة يساوي 48 طالبا تقريبا والآن A من حاول أن تحل صفحة 213 يبين الجدول أدناه أطوال مجموعة من سمك السلمون مقربة إلى أقرب سانتيمتر انظر الجدول استعمل الجدول للإجابة عن الأسئلة التالية A ارسم المنحنة التكراري التراكمي ولكي تتمكن عزيز الطالب من حل هذا السؤال قم بإيقاف الفيديو والآن سنقوم بعرض الإجابة لتتحقق من صحة حلك الحل لرسم المنحنة التكراري التراكمي يجب عليك أولا تكوين جدول التكرار التراكمي التصاعدي والذي يتكون من أربع أعمدة عمود الفئات والتكرار والحدود العليا للفئات والتكرار التراكمي التصاعدي وبعد كتابة قيم عمود الفئات والتكرار ستقوم بكتابة قيم الحدود العليا للفئات من العمود الأول ومن ثم ستقوم بكتابة قيم التكرار التراكمي حيث أن القيمة الأولى له ستساوي قيمة التكرار 2 أما القيمة الثانية ستساوي التكرار 5 بلس التكرار السابق 2 والتي تساوي 7 وهكذا بالنسبة لباقي قيم عمود التكرار التراكمي والآن سنقوم برسم المنحنى التكراري التراكمي من خلال رسم محورين الأفقي والرأسي الأفقي والذي يمثل الحدود العليا للفئات وسنقوم بكتابة تدريج مناسب لهم وذلك بملاحظة أقل قيمة وأكبر قيمة بين القيم ولا ننسى أنه لإغلاق المنحنى التكراري لابد أن نقوم بكتابة قيمة تسبق القيمة 30 وستكون هي قيمة الحد الأدنى للفئة الأولى والتي تساوي 25 أما قيم المحور الرأسي Y والتي تمثل التكرار التراكمي التصاعد سنقوم بكتابة تدريج مناسب لها من خلال ملاحظة أدنى قيمة لها وهي تو وأعلى قيمة وهي 35 ولاحظ أن التدريج المناسب سيكون من مضاعفات العدد 5 والآن سنقوم بتعيين الأزواج المرتبة والتي تتكون من المسقط X والذي يمثل الحد الأعلى للفئة والمسقط Y والذي يمثل التكرار التراكمي المقابل لها إذن سنقوم بتمثيل هذه النقاط وسنقوم بالتوصيل فيما بينها والآن بي من حاول أن تحل صفحة 213 المطلوب قدر قيمة الوسيط باستعمال المنحناء التكراري التراكمي ولكي تتمكن عزيز الطالب من حل هذا السؤال قم بإيقاف الفيديو والآن سنقوم بعرض الإجابة لتتحقق من صحة حلك الحل في البداية سنقوم بإيجاد رتبة الوسيط والتي تساوي مجموع التكرارات مقسوماً على تو ولإيجاد مجموع التكرارات سنقوم بجمع قيم التكرارات في الجدوى الأعلى وستساوي 35 مقسوماً على تو والتي تساوي 17.5 والآن سنقوم بتحديد قيمة رتبة الوسيط 17.5 في المحور الرأسي Y والذي يمثل التكرار التراكمي وبعد ذلك سنقوم برسم شعاع أفقي من تلك القيمة إلى المنحنى التراكمي ولتكن عند النقطة M وبعد ذلك سنقوم برسم شعاع رأسي من النقطة M إلى المحور الأفقي X ومن ثم سنقوم بتحديد قيمة الوسيط والتي تساوي 41 تقريباً إذن الوسيط لأطوال سمك السلمون هو 41 سنتيمتر تقريباً والآن سي منحاول أن تحل صفحة 213 قدر عدد الأسماك التي أطوالها بين 38 سنتيمتر و48 سنتيمتر ولكي تتمكن عزيز الطالب من حل هذا السؤال قم بإيقاف الفيديو والآن سنعرض الإجابة لتتحقق من صحة حلك الحل أولاً عزيز الطالب سنقوم بتحديد القيمة 38 على المحور الأفقي والذي يمثل الحدود العليا للفئات وهي قيم أطوال الأسماك ومن ثم سنقوم برسم شعاع رأسي من القيمة 38 إلى المنحنة التكراري عند النقطة N وبعد ذلك سنرسم من تلك النقطة شعاع أفقي إلى المحور Y والذي يمثل التكرار التراكمي ونقوم بتقدير هذه القيمة ولتكن هنا 12.5 وبنفس الطريقة سنقوم بتحديد القيمة 48 سنتيمتر على المحور الأفقي ومن ثم سنقوم برسم شعاع رأسي من تلك القيمة إلى المنحنة التكراري عند النقطة ولتكن بي ومن ثم رسم شعاع أفقي إلى المحور Y وتقدير القيمة والتي تساوي تقريبا 30.5 والآن عزيز الطالب لإيجاد عدد أسماك السلمون التي أطوالها تقع بين الأطوال 38 و48 سنقوم بطرح قيمتي التكرار التراكمي وهي 30.5 والتي تساوي 18 إذن عزيز الطالب عدد أسماك السلمون التي أطوالها تقع بين الأطوال 38 سنتيمتر و48 سنتيمتر هو 18 سمكة تقريبا وبهذا قد انتهينا عزان الطلاب من جميع أنشطة هذا الدرس آملين اللقاء بكم في الدروس القادمة إن شاء الله